دنيا من وراء والفقرة اللي حضراتكم بتستنوها كل يوم سبب بشرفنا في الفقرة الطيبة الفقرة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الأظهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة شرفتنا يا مولانا والسلام الله يبارك فيك ربنا يأزك الله الله يخلي حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله مولانا في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم العظيم حليك بعد إذنك عايزين المقصود ذلك فضل الله ما المقصود بفضل الله أولا ندعو الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين يا رب أن يحرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين اللهم أمين وأن يحفظ مصرنا وأهلها وشعبها وشرطتها وقيادتها ورئيسها وجيشها من كل معتدن ومن كل شر يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء يقرب إليه فضل منه سبحانه فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى علي بطاعة أو بتقرب إليه فهذا فضل من الله علي ونعم بالله وسمى الله سبحانه وتعالى الفضل أيضا لمن يسعى أو يسير في طريق الخير يعني كلما عمل الإنسان خيرا كان ذلك فضل من الله عليه علشان كده ممكن ناس ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليها بنعم لكنها لا تؤدي شكرها وهناك أناس ينعم الله عليها بنعم فتستغل هذه النعم في أن ترضي الله سبحانه وتعالى في جميع أوجه الخير فذلك فضل من الله عليه هذا الفضل عطاؤه من الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذو بمعنى صاحب يعني الله صاحب الفضل بس هو بالدين لمن؟ لمن يشاء تب من الذي يشاء الله أن يعطيه هذا الفضل أي الذي يكون عنده صدق في نواياه صدق في تعامله صدق في طاعته أنا بقول يا رب وأنا كل يقين في كلمة رب أنا أدعو الله وأنا كل يقين بأنني أدعو الله نحن حضرتك ولله المثل الأعلى لكن حجرب المفهوم لو لك حد أنت رايحة تجدي مصلحة أي وعرفت أن رأس كبيرة جوي في المصلحة دي أنت ممكن تتصل بها أو حد يتصلك بها فهتقوله النبي توسط لي مثلاً عشان قاطر تقضي لي المصلحة دي تمام أه وحتكون في قمة السعادة ساعة أن يتوسط لي أه وانت رايحة بقية تقولي إيه ده أنا معي وسطة أيوة أنا معي وسطة وراح أجلبك زي الحديد وخلاص وحتنتهي وخلاص وحتنتهي خدت برا حضرتك أه ده في الحاجات الدنيوية وانت رايحة وعندك طب إحنا ما بالونا بالحق سبحانه وتعالى الذي جعل ما بيننا وبينه حصن ظن به ما فيش وسطة ما فيش وسطة خالص حيد الفضل ذال من بقاه ومن الذي يعلم ما بداخل الإنسان الله الله سبحانه وتعالى فالله حين يقول والله ذو الفضل العظيم فضل الله العظيم لا يعطيه إلا لمن كانت نيته خالصة وطاعته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فإذا ما أراد شيء تحدث به أو لم يتحدث فإنه يتحقق بفضل الله ليه لأننا ممكن يكون عندي دلوقتي وانا بتكلم او انا عايز ادعي ربنا انا داخل حاد صند راكعتين اطلب من ربنا فيهم حاجة عايزة وانا ساجد انشغلت بذكر الله سبحانه ربي الاعلى سبحان الله والحمد لله وانشغلت بالذكر عن طلب الحاجة التي كنت أنتوي أن أطلبها من الله سبحانه وتعالى فانشغالي بذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه يعطيني من فضله ما كنت أريده وزيادة يعني اللي أنا كنت أعايزه خلاص ومطلع عليه يعلمه خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو أنا انشغلت به يبقى وديني من فضله ولا لا طبعا فكلما انشغل الإنسان بربه سبحانه وتعالى في الطاعة وفي الذكر وفي الشكر كلما أعطاه الله ما يتمناه وزيادة وما لا يتوقعه يا سبحانه من فضله طيب ده يعني أنا قلت في عمل الخير في البداية كده قلتلك إن فضل ربنا إن ربنا يسر لي الطريق اللي أعمل فيه خير يبقى هو كده أعطاني الفضل العظيم أيوة ما هو أداني فلوس أدى لحضرتك فلوس أي حضرتك أداني مال وإنت إداكي مال أو أداني سلطة وإداكي سلطة أي إن كان هستخدمه في إيه؟ فحضرتك عشان أنت عندك إخلاص لربنا وثقة بالله وبتحب ربنا جوي فأنت ربنا وفّجك إن أنت تجومي في حياتك العملية اللي هي السلطة أو في حياتك الذاتية مثلا في الإنفاق في سبيل الله أو في مساعدة غيرك ربنا وفّجك ده توفيك فضل ده هو ده الفضل من الله أنا مجأة قلت لا ده أنا هعمل وخلي ومش عارف إيه وجمت واخد طريق تاني خالص طريق إن أنا يعني يعني أو أجلت أو كسلت لا مش أجلت ده أنا يعني خلاص ربنا أداني سلطة فأنا السلطة ديت خلاص أنا وأخد إنها يعني حاجة خلاص نسيت نفسي أوه نسيت نفسي ولا أداني مال ومش معبر اللي محتاج له وداني مكانة إن أنا أقضى حوائج الناس ومجيضتش حوائج الناس وحيديني من إيه؟ حيبى لي يا فضل من ربنا فين؟ خلاص خليك للدني وخليك لللي إنت بتيجر وراه لكن اللي هو بيبقى مشغول بالله ربنا سبحانه وتعالى من فضله أنا عارف أنت عايز أطلع تقرير ربنا سبحانه وتعالى يعطيني على النية التي أنتويه طب أنا فيه دلوقتي تقرير حنشوفه ويعني هذا تفسر لنا بقى ربنا أعطى الفضل العظيم لأصحاب هذه الأفعال الطيبة وتشرح لنا عليهم بقى هم يعني يشرح العملي بعد إذن حضرتك نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا الشيخ محمد ريدا دايما بنبدأ كل يوم جديد وبنقول اللهم استخدمنا ولا تستخدمنا وعلشان كده النهاردة إحنا مع حضراتكم في البويتي وتحديدا في منطقة بنزينة المجلس بننفذ المحطة الثانية في مركز الوحاة البحرية تحديدا في منطقة البويتي ومش بس كده بنفس الليوم اللي بنكلم حضراتكم فيه معنا المحطة الثالثة إن شاء الله وده كان وعدنا اللي وعدنا للناس في شهر واحد ٢٠٢٣ في أول السنة ٢٠٠٠٠٠٢٨ إحنا كلنا محتاجين إن كل واحد يكون احتياجاته موجودة أفضل احتياج للإنسان هو كوب الماء النظيف الأرض والمية نفسها مليئة بالمعادل اللي لا بد أن تنقى وتعالى طبيعة المية هنا مختلفة عن أي مكان اشتغلنا فيه لها ظروف خاصة فبالتالي بيكون لها معاملة خاصة معنا في محطات التحلق نسبة الأملاح أعالية نسبياً لكن المشكلة الأكبر هي تدفع نسبة أكاسيات الحديد ومنجنيسة فكان لازم إن إحنا نبتدي بمعالجة أكاسيات الحديد ومنجنيسة قبل ما نبتدي إحنا نعالج الأملاح وبالتالي نعالج المية ككل طب لما تعرف إن المحطة دي معمولة في مركز البوتي في المركز نفسه حواليها حوالي سبع كرة لأن دي من أفضل المحطات المعمولة في فضل الله سبحانه وتعالى صراحة لما تعملت المحطة دي استفلنا منها كتير والناس بقت مبسوطة منها المحطة دي بتخدم أهل الواحات البحرية بتخدم المكانيكا بتخدم مدرسة البوية الصناعية وفيها عدد كبير من الطلاب محتاجين فعلاً إنهم يشربوا مية نظيفة يعني نشكر مؤسسة نبض الحياة إنها وصلت دينا بالفعل ونسأل الله نجزيون خير لأن فعلاً هذا المكان في حاجة لمعالجة المياه ويمكن المحطة دي معمولة كده صدقة جارية عن المرحوم بإذن الله تعالى المرحوم عبد الرحيم معروف وبنت ربنا يبرك لها كانت حريصة على إن هي توهي بثواب المحطة دي لولدها اللي انتقل من الدنيا لربنا سبحانه وتعالى بندعي ربنا إن ربنا يجعله من اسمه نصيف في الآخرة وإن تكون المحطة دي رحمة ومعروف عليه يصب الله عز وجل به عليه الخير صباً في قبره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجاز بنته خير الجزائي على ذلك وبفضل الله وبإذن الله مش هتكون المحطة الأخيرة مستمرين بإذن ربنا في عمل محطات تانية عشان نقدر نساعد وتنقل مولانا دلوقتي أنا عندي سؤال لحضرتك فضل الله العظيم هل هو من نصيب البنت البرة بأبوها الله يرحمه ولا من نصيب هذا المتوفي الله يرحمه إن ربنا أنعم عليه بصدق أجاري عن طريق بنته ولا الفضل العظيم للناس المحتاجين اللي ما كانوش لقيين مؤمية وكانوا الأمراض صيباهم يعني الله يعيني الناس أولا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الفضل لمن يشاء فكان الدكتور عبد الرحيم عليه رحمة الله الله يرحمه أنجب ابنة كانت عندها يعني وفاء وبر بوالدها يعني مش البر كان في حياته بس لا البر وده فضل من ربنا عليه عليها هي طبعا عليه وعليها عليه إنه ربنا يجعل له الرحمات تتنزل عليه بفضل سقي الماء من عشرين لثلاثين ألف لتر في اليوم سوفها يسجوا كم واحدة والطلبة والمصالح الموجودة دي وفضل الله عليها عظيم لأن الله جعل هذه الابنة تبر والدها بعد موته وبعد وفاته بأن تجعل هذا المبلغ مبلغ يعني تقول لوحدها لوحدها آه يعني يعني يهون عليها إن هي تدفع وتقول أنها بعمله لبوابا أنا ببشرها وبقول لها يا بنتي نعمل الابنة ونعمل خلف آه الصالح وده فضل من ربنا عليكي إنه يوجيك لهذا العمل والبشرى ليكي إن كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناءكم يعني تخيل حضرتك هي هتلاقي اللي يعمل لها نفس العمل شوفي كان يعني كان فيه رجل يقوم بعمل آه يعني الحاجات الفلاتر أو التلاجات اللي كانت بتبقى بيعاملوها في الشارع المبردات آه المبردات آه فكان دايما يعمل فيه كل مكان يقدر يعمل فيه يعمل مبردات ابنه صغير شاف ابوه فشاف ابوه وهو بيعمل مبردات بس بيعملها المين لأمه ياه الأب كان بيعمل لوالدته الله يرحمها آه المبردات فالأبنه صغير شاف ابوه الولد شاف ابوه وأبوه بيعمل إيه آه فتخيل حضرتك كان ياخد مصرفه المصرف بتاعه ويحوشه ويحوشه وبعدين في يوم ديه عند المسجد اللي هو في الشارع بتاعهم وجام عامل مبردة فالناس فكروا إن المبردة دي من اللي عملها الأب الرجل اللي هو بيعمل المبردة آه فبعدين بيقولوا إيه ربنا يجزيك كل خير ومش عارف إيه فقال له أنا ما عملتش دي قال له أنت اللي عملها قال له أنا ما عملتش دي حضرتك فالمهم ابنه قال له أنا اللي عملتها يا باب طب عملتها إيه اللي دفعك قال له أنا شفتك أنت بتعمل لتاتة فحبيت أن دي أنا عمللك زي انت ما بتعمل ليه فحوشت من مصرفة وده طفل صغير يا حبيب ذلك فضل الله أما هو ده فضل ربنا على الإنسان فأنا بهنيها بقول لها إن شاء الله ربنا حيقيدلك من أولادك من ذريتك اللي يعملك واللي يكون وخلي بالحضرتك أن فضل الله سبحانه وتعالى العظيم على من يقوم بإنشاء محطة تحلية ومعالجة عظم جدا ليه لأنه يعني الإنتاج بتاع المحطة الواحدة يكفي 30 ألف في اليوم في اليوم فتخيل كم حد حيشرب وكم ناس حتينتفع وش ممكن إحنا سمعنا الأستاذ عبدالعيز وهو بتتكلم في أول التقرير إحنا في شهر واحد كان رئيس المدينة الدكتور صبري الله يكريمه والأستاذ عشور كان بيقوله إحنا في شهر واحد إحنا دلوقتي إحنا في شهر 11 إحنا كنا في شهر واحد بنعملين محطة هناك أول محطة في القول فالدكتور صبري اللي هو رئيس المدينة الله يرضى عليكم إحنا عايزين كمان محطات البلد محتاجة محطات كتير لأن الأملاح عندنا هنا عالية أيها أيها وربنا يبارك فيكم والمحطات مكلفة وكده فجلنا له إن شاء الله فكان من فضل الله سبحانه وتعالى علينا برضو إن ربنا يسوك لنا أهل الخير وأهل الفضل ربنا يبارك فيهم يا رب ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال كان من فضل ربنا إن هو يقيد لنا الناس دي إن هما يتبرعوا في عمل المحطات دي وربنا يبارك لكل متبرع ومتبرعة يقوم بعمل الخير وكان من فضل الله سبحانه وتعالى إن العمل أول محطة فيه محطة برضو إحنا بعد كده إن شاء الله يعني في اليوم دي إحنا فتتحنا محطة محطتين كان برضو الخير سبحان الله يعني أنا دايما أقول لأهل الخير من أحب الخير أحبه الخير الله من أحب الخير أحبه الخير يعني الخير يعني يتعود عليك بالظفر ويدليله ويدليله وتلاقي نفسك كده سبحان الله هو طيب أما أنا يعني تعودت على الخير أو أنا بحب الخير ربنا ما يسوجه ليه فضل من الله طيب ما يسوجه ليه أسعد أفرخ طيب ما يسوجه ليه أعرف إن ربنا راضي علي يا رب يا رب شوفي حضرتك يعني إحنا إن شاء الله بعد مكرة رايحين نفتتح المحط رقم 16 الله في سوهاج إن شاء الله يا ما شاء الله بإذن الله شوفي تخيالي يا مولانا ما شاء الله يا رب يزيدوا يباري يا رب نبض الحياة بقال لها فترة الفتوحات ما شاء الله وأهل الخير ما شاء الله الحمد لله خلاص بقت الثقة لدرجة إن ابننا الأستاذ عبد العزيز بيقول خلاص الناس بقت يلا فين تاني أنا عملت كذا عايز أعمل تاني شاور لي يقولي فين حضرتك يمكن الحجة مرفت من اسكندريا عاملة دفعة محطة بتقولي أنا عايز أفرح عايز أشوف محطة أفرح وربنا يبرك لها إن شاء الله يا رب يفرحك يا رب يعمل بك إن شاء الله المحطة بتحتك بنعملها ونفتحها إن شاء الله ونجيبها إن شاء الله إن شاء الله وكل أهل الخير إحنا بنقول لهم أحببتم الخير فأحبكم الخير يا رب ومن أحب الخير شوف سيدنا الشيخ الشعراء عليها رحمة الله الله يرحمه يحسن بيقول إيه الله هو الذي خلقنا ومن خلق شيئا أحبه وإذا أحب العبد أو المخلوق شيئا أعطاه الله له فمن أحب الخير يسر الله له الخير يا رب فإحنا دايما بنقول إيه حبوا الخير وعرفوا إنما أنتوا بتعملوا خير الخير حبكم عرف طريقكم أيوه عرف بابكم وده فضل من ربنا عليكم أيوه فضل عظيم وكان فضل الله الله ما هو مش مجلك وكان فضل من الله وسكت لا وكان فضل الله عليك عظيمة يعني ذلك الفضل من الله والله ذو الفضل العظيم شوف الفضل عظيم من عند الله إمتى لما بيكتكرر ويزيد وكل ما يبقى فيه زيادة يبقى إن شاء الله يا رب يزيد عطاء الله سبحانه وتعالى عظيم عليك لأن تحبت الخير يا رب احنا هنشوف بعد إذنك حقيقت تقرير دلوقتي وبعد ما نرجع عايزة برضو هتتوضح لإخواتنا اللي بيشوفونا اللي مش هيقدر يتحمل ثمن محطة بطوله كده ولو إن في إخواتنا يعني ألنيين في الخير يقولك لا أنا عايز المحطة دينا اللي عاملها وكتير النماذج كتير لا ربنا كتر من خدنا أمسان يا رب يا رب يا رب في مصر كلها ما يبقاش حاند محتاج يشرب يا رب يا رب فبعد إذنك نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا الشيخ محمد رد وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني الماء دي هو أساس الحياة هو ما يبني جسد صحيح ليكون هناك عقل سليم ليكون مجتمع فاضل سليم ميزان العمل الصالح عند الله عز وجل هي الذرة وعدل الله عز وجل يزن الذرة ومثقال الذرة مش اللي يا لا ترى بالعين المجردة لا ما هي أدنى من ذلك بكثير بالمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها فالله سبحانه وتعالى كريم وعادة الكريم أنه يجازي بأكثر مما تعمل احنا هنا النهاردة موجودين في محافظة البحيرة في مركز بدر في قرية صلاح الدين عشان نسلم أهالينا في مكان جديد محط التنقية هي من أحلى وأمتع الأشياء اللي بيتمنوها في كل مكان في البحيرة اللي بتخدم أكثر من تلاتين ألف نسمة وأكثر من ست قرى كل ده خير ربنا سبحانه وتعالى جعله في المحطة دي وهي كمان أشارة إشارة مهمة جدا في سبيل الله يا رب اجعلها في سبيلك يا رب اكتب لأجلها وكل ده عشان نبض الحياة توفي بعدها لأصحاب التبرعات بإنشاء محطات على أعلى جودة لأهالينا المستحقين لهذه الخدمة سقي الماء صدق جرية تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة عملك الصالح هو اللي بيحدد منزلتك عند ربنا عملك الصالح هو اللي بيحدد مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى والعلماء يقولون لنا إيه؟ العمل الصالح ليه سميه عمل صالح لأنه يصلح للعرض على الله عز وجل وده اللي بيخلي الواحد متمسك بعمل الخير مع مؤسسات زي مؤسسة نبض الحياة اللي قدرت في وقته قليل جدا تنشر محطات التنقية في أكتر أماكن هي فعلا محتاجة لده الحجة بدرية فتيان كان لها نصيب مع مؤسسة نبض الحياة في إقامة هذا العمل محطة معالجة وتنقية في قرية صلاح الدين مركز بدر محافظة البحير صادق الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك عملها وأن يجعله في موازين حسنتها وأن يجعله شافعا وشاهدا لها يوم لقاء الله رب العالمي شكرا لكل حد من جمهور نبض الحياة خلانا ننتشر الانتشار ده في محطات التنقية ولازم المرة الجاية يكون لك نصيب وسهم معانا يا حجة بدرية الله يكرمك ويسعيدك ويبقى لك نصيب في الخير في كل حاجة في مؤسسة نبض الحياة ما شاء الله يا مولانا حاجة تفرح ويتخالي الواحد يغير قبل التقريب كنت أسأل حضرتك ممكن إخواتنا ما يبقوش عندهم نفس المقدرة اللي عند مثلا الحجة بدرية أو البش مهندس فلان أو الأستاذة فلانا مش عايزة أقول أساميه لو أنا ما عنديش إمكانية أن أتحمل كامل نفقات اللي هي المحطة اللي بتوصل ل250 ويمكن أكتر كمان نعم حاكوا تسواب والسواب صغير طبعا أنا يشوفي حضرتك يمكن فيه أحد المتبرعين اتصل بي وبيقولي أنا نفسي أشترك في محط التنقية ومعالجة أي طبعا أي حد بيشوف أما يبقى فيه إنتاج من 20 إلى 30 ألف اللتر في اليوم يعني كام حد حيشرب يعني كام ثواب يعني حسنات شكلها إيه ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد وبرك يا رب ويكرم كل متبرع ومتبرعة لكن الجميل أن الرجل بيقولي إيه أنا بشوف الناس بتعمل محطة وفيه سبعة تمانية عاملين محطة اللي هما بدل الأبار 25 ألف طبعا البر بيوديهم لأن هما يشتركوا لأن احنا طبعا من أول 25 ألف بتحط رخامة بالاسم على المحطة يعني لو أنا دفعت 25 ألف فاسمي حيبقى مكتوبة على المحطة آه بنعمل محطة مجمعة آه أسهم يعني بالزبط آه زي ما عملنا في البحيرة يا جبل كده آي آه فبتكون موجودة الأسماء كلها اللي هي المشتركة في المحطة دي طب أجل من كده بيبقى مساهمة بقى المساهمات بيقول لي إيه أنا يا مولانا أنا عارز نفسي يبقى لي نصيب يبقى لي نصيب بس اللي معايا ما بلغ مصد خالص آه ما معايش يا ري ألف دنيا أعمل إيه قلتيله إن شاء الله يكون لك الأجر وجسم كده وشوف المحطة بكام وإنت الألف دنيا بتاعك دي هيجيب لك كام لتر في اليوم وهيبقى لك أجر جدين وسبحان الله بقى الكريم كمان يعني هيجزي الله أعلم يمكن يديله سوايا باللي عمل المحطة الوحده يعني سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان إنما الأعماله بالنيات فده بيتمنى ومشتاج وما يمتلكش غير الألف دنيا وعايز يساهم به في محطة طبعا المحطات بفضل الله بالتبرعات اللي هي ألف خمسة عشرة بتكون إحنا عندنا طبعا أشكال متعددة فيه إنشاء محطات من العدم أيوة وفيه تجديد محطات وفيه صيانة محطات ومفيش حاجة تجل أهمية عن التانية طبعا لأن المحطة اللي عايزة صيانة لو ما تعملهاش صيانة مش هتشتغل طبعا والمحطة اللي بتعمله إحلال وتجديد برضو ما عادتش صالحة للعمل فإحنا بنعملها من جديد واللي بتعمل إنشاء يعني ربنا يبارك يا رب يا رب فدايما بنقول إحنا كل أوجه الخير بتروح المشتركين في محطات التنقية والمعالجة على قدر أي مبلغ أنت بتدفعه بيبى إن شاء الله في ميزان حسناتك وشوف حيطلع لك حسنات جدفليم ودخلي بالحضرتك من الحاجات أو من الأنشطة اللي هي بتعطي للمتبرع حسنات أقلها مغفرة الكبيرة يا أقلها مغفرة الكبيرة شوف المرأة التي كانت تفعل الفاحشة وسقت كلبا مش إنسان لا أنت بتسجي إنسان سقت كلبا غفر الله له يا سلام يعني أنا بس جب يعني آدم ده ربنا غفر غفرة لحيوان لمن سقت حيوانا اللي بيس جي إنسان بجاه ربنا حيعمل له إيه يعني أنا بدي دي بوشرة بس لكل إخواتنا وحبيبنا والمتبرعين والمتبرعات في مؤسس نظر حياة وأنا بشكرهم على ثقتهم في المؤسسة وفي العاملين في المؤسسة وأدام الله يا مولانا الثقة دي جاية منين جاية من أن أنا عمري ما شفت الحقيقة مؤسسة نظر الحياة طلع جايب نمازج بتتجر بيها حد يعيط ولا هشوف والست يشوف إحنا بنعمل يعني ما شاء الله إنجازات والإنجازات قدام عينينا وحضرتك بالذات كل مرة تقول اللي عايز ييجي معايا أنا ما بشوفش حد يقول ده ده أنا بنبسط إحنا بنبسط كلنا يعني الحمد لله التيم كله إحنا مش مش واحد إحنا ما يعني دايما والله أساب العزيز يقول أساب العزيز دايما يقول مؤسس النظر حياة مش أشخاص لا 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 خالص دي كيان دي كيان في المية في المؤسسة أي بعد كده أنا مش محتاج إن أنا أعمل دعاية هو 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 بجعايا وبعدين سيادتك بتعمل دعاية ليه مهما عشان فيه أخواتنا المحتاجين اللي ما يقدروش يطلعوا بلسنهم كده يتزللوا ويقولوا أنا محتاج كذا أنا والنبي محتاج موية والنبي محتاج سقف فإنت بتعمل ده خدمة بالظبط لناس إنت بتعفهم إنهم ما يتزلوش ده إحنا مش حضرتك بس طبعا حضرتك وكل العاملين زي ما أنت قلت من أكبر حد لأصغر حد في المؤسسة الكريمة دي اللي هدفها المحتاجين كلنا هدفنا منفعة الناس قضاء حوائج الناس يا رب إعطاء كل من يحتاج ما يحتاجوا إليه يعني ومشروع يا مولانا إن أنا أعلم يعني إن حضرتك تطلع تعلن عن احتياجنا أنت حديك مش وحد المحطة دي حضرتها في بيتك ولا أنا أكداء حضرتها في بيتي إنت هدفك الناس الناس اللي في المويت في آخر الدنيا أنا معرفهم شو أنا في القاهرة هنا 370 كيلو أنا عمري هاخد بعض يا سافر واللي كانوا في أسوان في جنة الفيضاء ولا وساعة الفيضانات اللي حصلت في السنة الفاتس في أسوان ده في ساعتها نبحى الحياة أول مؤسسة كانت هنا الحمد لله يعني لا نتأخر أبدا ودايما بنقول يا رب استعملنا ولا تستبدلنا الله إحنا عايزين دايما لأنه هو مستعملنا في إيه ما هو ده فضل من ربنا أفضل من ربنا يعني كون إن الإنسان يخط خطوة كده في سبيل الله في سبيل إسعاد الغير في سبيل إدخال الصرور على الغير يعني كل دي خطوات ربنا سبحانه وتعالى اخترنا لها فأنا ذلك الفضل من الله يعني سبعه حد زي حضرتك ربنا يدي لك الصحة والعافية أنا مرات كتير شفت حضرتك يعني يكفيك إن إنت حضرتك تطلع في الستوديو وتعلم الناس إسرارك إنك تروح في كل مكان والله يديك الصحة والعافية أنا عارفة إن في فترك هتحطر رجبتك عامل عملية فيها وتعبان ومش قادر تمشي فبقولك يا مولانا يعني ما قالي قلتلي أنا ما تعرفيش فرحتي قد إيه ومنشوف إحنا منشوف وإنت بتقص الشركة فرحان وإنت في المسجد وفرحان إنه بيفتتح فإن اللي يخليك تسافر اللي يخليني الإنسان الإنسان لا يسعد إلا بعمل الخير ولذلك أنا في نهاية لقائي مع حضرتك أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل من كل متبرع ومتبرع وأن يبارك لهم في دينهم وفي عافيتهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم وأن يجعلهم دائما في قضاء حوائج الناس وأن يجعلهم ممن اختارهم الله لعمل الخير والخيرات وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يختم لنا ولهم بالسعادة في الدنيا والأخير اللهم أمين أنا بشكر حضرتك شرفتنا وأنستنا وربنا ما يحرمنا من وجودك معنا وما يحرمنا من عمل الخير اللي أنت بتعمله ويجزيك عنه كل خير خمستاشر سبعمية وأربعين ده الرقم الساخن لمؤسسة نمض الحياة ربنا دلنا على الطريق وبلاش نتلكع للأسف الفقرة دي خلصوا تستنوني الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجبكم